السلام عليكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زبادي لبن البدرة او الروب طريقته سهلة جدا ومضمون ان شاء الله من اول مرة بيجي كريمي متماسك نفسه جاهز وافضل لو انت اول مرة شوف القناة ما تنسوا تعملوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان ينصلكم كل جديد بسم الله نبدأ الفيديو حشرح كل الملاحظات وحنزل كل المغادير بالقرامات في صندوق الوصف حاجة ححتاج لكم بايتين لبن بودرة اخذوا افضل نوعية انا هنا مستخدمة نيدو نيو زايلندي وكمان زبادي الطعم اللي انتو بتحبوه استخدموه عشان الزبادي اللي حيطلع نفس الطعم نفس الطعم الرواب او الزبادي الجاهز انا هنا الزبادي مسكر شوية او فيه سكر فانتو لو حابين يكون مسكر ضيفه ملعقة سكر عادي والزبادي لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ يعني هو في التلاجة قبل ما نبدأ نطلع من التلاجة عشان يكون بدرجة حرارة المطبخ عندي ستة كبابي موية حنزل كل المغادير زي ما قلت لكم في صندوق الوصف بالقوب وبالجرام وساط كل كوباية موية حضيف اربعة ملاعق لبن بودرة دي كوباية الماك الانا مستخدماها اول حاجة ها اضيب الحلة بتاعتي وحضع عليها الموية وحضع عليها الحليب او لبن البودرة حبدأ ادوب واتاكد ان كل الكتل بتحت اللبن دابت تمام مجرد ما دابت هرفعها علي النار في درجة حرارة متوسطة حياخد معي حوالي 20 دقيقة او اقل او اكتر على حسب درجة حرارة النار الانا وضعها فيه حسنا لغاية ما اللبن يفور او يغلي مجرد ما اللبن فار او قلة هنزله من النار حسناه لغاية ما يدفع هحسب من واحد لغاية عشرة اذا انا قدرت اتحمل درجة الحرارة فدي الدرجة المطلوبة الخطوة دي مهمة عشان لو احنا خطيناه في درجة الحرارة ساخنة شوية بيكون بعدين شكله متكر مش كده الزبادي ما بيكون شكله جميل نجي نطلع الجمادة او القشطة وممكن تخله عادي لو حابين هشيل جزء من الحليب وحضيفه على الزبادي عشان ما يتجانس مع بعض ويكون نفس درجة حرارة الزبادي والحليب يتجانس درجاته مع بعض هدوبه تمام وحضيفه عليه الحليب وحبدأ ادوبه هدوب كل الزبادي الزبادي واتاكد انه جانس معي تمام هاجيب اي انا انا حابة اضيفه اضيفيه الزبادي سواء كان جردل او بولا او سكرية او اي حاجة انا اضفته عليه جردل حيكون فيه غوطة وحضيف برضو هنا فيه سكريات برضو هاجيب بلاستيك راب او اي كيز بلاستيك عادي حابدة اغلف الخطوة دي ما مهمة للناس اللي عندهم يعني الجو بيكون عندهم ساخن ما مهمة فانا بس عشان الجو عندي بارد هالفه بالبلاستيك راب تمام وبعد داك هاجيبكم فوطة مطبخ طبعا الخطوة دي هنا بديل لحضانة الزبادي هاجيب حوالي ثلاثة فوط مطبخ لانه الزبادي بيحتاج لدفء او تدفئة الخطوة المهمة الحفاظة بديل الحضانة هضع عليها الحليب وحسنه حوالي 6 ساعات او لقاية ما يتكون الزبادي او ممكن نعمل حاجة يعني من غير الخطوة الفاتة دي اللي هي هنغلي موية تكون ساخنة ها اجي ها ساخن الفورن حوالي 10 دقايق وحننزل عليها السكريات بتحتي وحخليه برضو لغاية الزبادي بتاعي يتكون او يتشكل معاي ها ياخذ من 6 ساعات او اكتر بعد ما الزبادي يتكون معاي هادخلو التلاجة حوالي ثلاثة ساعات ويتماسك معي تمام عشان يكون شكله متماسك زي ما شايفين بعد ما طلحت من التلاجة ده شكله النهائي شايفينه متماسك وشكله كريمي وطعمه جميل وطبعا انا عملت كمية كبيرة عشان استخدامه في وصفات كثيرة فانتو لو حابين تقلل المغدار ممكن عادي تقللوه بنعمل بيو وصفات كثيرة ملاحة الروب الأبيض السوداني وبيتعمل بيو كمان ملاحة نعيمية وبيتعمل بيو صلاة الروب وبيتدخل في المشروبات كثيرة اشهرها القدو قدو اذا عاكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير